لو حبيت أنك تتحكم في إعدادات سماعة الأيربوت تدخل على الإعدادات وبعدين البلوتوث وتضغط على الآي اللي موجودة جم سماعات الأيربوت فمن هنا تقدر تغير اسم السماعة ومن هنا تقدر تتحكم بخاصية اللمستين أو النقرتين على السماعة فبإمكانك إذا لمست السماعة مرتين أنك تفاعل سيري أو توقف أو تشغل المقطع الصوتي اللي أنت تسمعه أو أنك تعطل هذا الخيار ومن هنا بإمكانك تفعيل حساس الأذن فالسماعة ذكية بحيث أن مجرد أنك تطلح من أذنك راح يتوقف المقطع الصوتي أو الفيديو اللي أنت تشوفه ولو دخلنا على مايكروفون فالسماعة أيضا تحدد أي مايكروفون يلتقط منه الصوت من أحد السماعتين اليمين أو اليسار وبإمكانك اختيار السماعة اليسار دائما أو السماعة اليمين دائما أتمنى شرح يكون واضح يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر